اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا في ناحية عين عيسى بريف الرق الشمالي وبحسب النشطاء فان الاشتباكات رافقها تحليق مكثف للطائرات المسيرة والمقاتلة للجيش التركي حيث تحاول الميليشيات المدعومة من تركيا بسط سيطرتها على قرية تبعد كيلومترين فقط من مركز ناحية عين عيسى ونقلا عن مصادر ميدانية فان تحركات عسكرية مكثفة للفصائل المدعومة من انقرة تم رصدها في مناطق التماس مع قوات سوريا الديمقراطية بين ناحيتين تلتمر ورأس العين المرصد السوري لحقوق الانسان اكد ان قوات سوريا الديمقراطية استقدمت تعزيزات عسكرية الى ناحية عين عيسى وذلك بعد يوم من تعزيز تركيا لحلفائها بدبابات ومدافع وعربات جند وسيارات رباعية مزودة برشاشات ثقيلة الى قرى محاذية لطريق انفور الرابط بين حلب والحسكة كما ذكر المرصد ان الفصائل الموالية لانقرة شنت هجوما مدفعيا مكثفا على قريتي جهبل ومشيرفة مشيرا الى ان الاشتباكات متواصلة منذ الليلة الماضية لكن لم تستطع القوات المدعومة من تركيا السيطرة على اي من القريتين حتى الان